بعد الهجوم الشارس عليه بعد اعلان شيبسي تامر حسني يطلع ويعرف الناس ايه اللي حصل بالزبط اللي حصل ان نزل الفنان تامر حسني الكلام ده على الحسابات الرسمية على السوشيال ميديا وبوضع للناس هو ليه عمل اعلان شيبسي وقال تامر حسني بالزبط مساء الخير عليكم باليومين بتابع اللي بيحصل واحتراما للجميع انا بوضح حاجة بقصوص اعلان شيبسي الاخير اولا انا على قوة الشركة من سنتين قبل اي احداث وده مش اول اعلان ده تالت اعلان في عقدي معلش احيانا الكلام عند بعض الناس بيبقى سهل والتحديدا لما يكون بدون علم بالعقود وبحسيات الموضوع كله سانين انا مضيت على عقد مكتوفي ان شيبسي شركة مصرية ولها سجل تجاري ضريب مصري منفصل والبندو قدامك هو لصدق كلامي سالسا والاهم لاي حد بيشكك في انتماء للقضية الفلسطينية هقوله انا من 20 سنة وانا في ظهر القضية ومش كلام وغاني بس لا انا رحت بنفسي مع بالرفح اثناء الضرب لمسندة اهلينا هناك باكبر حملة ما اعتقدش اني في حد يخاطر بحياته ويروح بنفسه مع بالرفح اثناء الضرب مجاملا مثلا واخيرا انا لما قررت اكون الوجه الاعلاني لشيبسي من سنتين لانه منتج مصري كل المصريين بحبوه والبطاطس من الفلاحة المصرية وبيتبايع في مصر واتربينا عليه والاهم ان الشخص البسيط يقدر الشريف في ظل ظروفنا الاقتصادية وظن ده واضح جدا في الاعلان ده كان شعور الشخصي اتجاه الحاملة وانا بمضيها من سنتين عشان كده كان واجب علي التوضيح لجميع واللي مش وصله للصورة وكل احترام وهم مغمضين حقيقي انتوا نعمة كبيرة من ربنا الف شكر ورمضان كريم مع الجميع ده كان رد الفنان تامر حسني بعد الهجوم الشرس عليه بعد لما عمل اعلان لشركة شيبسي اللي هي طبعا مقطعة شكرا لكم متابعين القناة اتمنى ان الفيديو يكون عجبك واتمنى ان اكتشركوا في القناة دلوقتي حالا وانتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد